قل لي واحد واحد لا انا بكلمك على الاواء الدوري لم يفرز لاعب او لا يفرز لاعب دوري لا تب نبدأ من البداية هو عمل المؤتمر ده ليه او اللي هو المؤتمر السري ده عشان يوضح هو عشان يوضح ان فيه هوضح ايه ما عملتوش ليه بعد هقولك بعد البطولة ان التجمع هو طلب عشر تيام من التحديد ما ينفعش اندروا خمس تيام بص فيه اجندة عمر مرموش فيه اجندة وفيه ماتشاط اهل وزمالك فيه ماتشاط دوري فيه اجندة انا مش جاي ما انا بقولك هو هو بيحطك في الصورة لا او هو متقمس شخصية الكابتن محمود الجهري مش عيب برده لا بس هو عنده شخصية يا حبيبي ماشي انا بتكلم على الفكر اللي هو رجعنا 30 سنة الوراء فانا بقولك دلوقتي انت عمل مؤتمر ده اللي كان بيعمله الكابتن جهري ومالو على فكرة او اي يمدربة كابتن جهري لا طبعا اي يمدرب من حقه لا ان هو يعمل مؤتمر لا لا اصلا انت بتقول ده انت علقت عليها انت بتقول ايه هو جاي بالناس عشان يشوفوله ايه لا انا معترض على ان انت تجيبني كصحفي وتقولي رؤيتك لا انا مال انا ايو انت لقيت كرة لا بصرف النظر بصرف النظر كلهم اطع من شغلتي لا هو انا هو انا مسؤول في اتحاد الكرة اما بقى مسؤول في اتحاد الكرة يا حبيبي لا برضو بص انا بتكلم دلوقتي مع كل الاحترام للصحفيين ايوة طبعا شغلتهم صحفي اه حد لقيت كرة فيهم يعني في منهم لقيت لا سمع يعني في الدوري والكلام ده ملاش الله لا ليها الرؤية ملاش الله اقول اللي انت عايزه انا دلوقتي عشان اخد رؤية الصحفيين وهمهم ما لقيتوش كرة مش هيفيدوني بحاجة يعني مش مختلف معك كتير يبقى انت كده تجيبهم عشان تلمهم عشان لو حصل حاجة لا يا بس الكلمة انا معطلد على كلمة تلمهم دي اما لا اقول له يا اقول لا هو بيوضح ليهم لا مش من حقهم بيوضح ليهم مش من حقهم هو هنا من حقهم اعلاميا لا الكلام ده ومن حق المدرب اعلاميا لا لما تعمل مؤتمر رسمي ما هو ده مؤتمر رسمي لا يا حبيبي ما انت قلت انا بقولك ان ما فيش حاجة اسمها تجيب بخمسة وعشرين صحفي وطول مؤتمر ودي ولا لا ما فيش مؤتمر صحفي ده كان مؤتمر صحفي اقفل بس باكمل انت بتسمعه ده انا اللي بقول ده مؤتمر صحفي ماشي ماشي فانا اخلع اخلع العباية بتاعت الكابتن جهري خلينا في عشرين اربعة وعشرين واخد بالك انت دلوقتي جبت الصحفيين مش هيفدوك بحاجة في اي تحليل هيفدوا انه هما بيطرحوا فكره للرأي العقب وانا وانت قاعدين بنتكلم بسبب المؤتمر الصحفي مش هيفدوك في شغله هو معاك اللي هو في اختيارات اللعيبة في التجمعات ده ده بيعمل بيبني ايه بقى يا اسلام يعني مش هيحل مشاكله يا كابتن رسال لا طبعا مش هيحل مشاكل ده هما صدروله المشاكل لا مش صدروله الصحفي ما صدروله لا صدر بالكلام اللي هو التصرحات ايوة ما هو دلوقتي مين اللي قال التصرحات كابتن حسان ولما جيه قال لك اتحرف فيها لا انا ما اتحررش هو قال كده مش هو اللي قال بس يعني مين اللي قال واحد بالشارع ولا حد من الجهاز حد من الجهاز طب وينفع لا طبعا ما ينفع ده بداية ان ايه يعني هو عايز يرميلك حتة المنتخب ضايع اه بالظبط